منح البرلمان الليبي الأربعاء الثقة لحكومة وحدة وطنية ستقود البلد الغارق في النزاع نحو انتخابات في كانون الأول ديسمبر في محطة رئيسية نحو تخطي عشر سنوات من الفوضى مجلس النواب اتجه في جلسة اليوم مباشرة مثل ما تم الإعلان عنه يوم الأمس في التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وبعد التصويت البعلن أمام كل الليبيين نالت حكومة الوحدة الوطنية الثقة وبعد يومين من المشاورات المكثفة في مدينة سرط الساحلية وعد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبا في كلمة مقتضبة إثر تصويت البرلمان بأن تكون حكومته حكومة الليبيين جميعا نالت حكومة الوحدة الوطنية الثقة الأسبوع القادم سوف تؤدي حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية في المقر الدستوري بجلس نواب بمدينة بنغازي الاثنين القادم بمشيات الله وأمام الحكومة الآن مهمة التصدي لمصاعب عدة من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد عشر سنوات من النزاع